يمكن زي ما انتي قلت يمكن فيه فترات صعبة عدت على النادي الاهلي من الجزئية اللي انتي بتتكلم عليها سيام السوشيال ميديا وبعض الاشعاعات والكلام وهدف دوة فترات صعبة وكلنا فاكرينها قبل البطولة الافريقية قبل مباراة الوداد مع قبل كمان مشوار الاهلي بفوزه بالدوري خلينا نمر واحد ان عمر استقرار النادي الاهلي ما هيتهز عمر استقرار الاهلي ما هيتهز ليه او كيان النادي الاهلي مش هيتهز ليه لان المؤسسة لانه كيان كبير جدا وان فيه جماهير بتحميه وان احنا عارفين العاصفة بتاعت السوشيال ميديا والاكازين بتاعت السوشيال ميديا دي حتى لا تختار جدران النادي الاهلي ولا لعبته ولا مجلس قدرته ولا المدربين فخلينا نتكلم على مجال السوشيال ميديا انا مش الان ودايما بقول مقولا ان احنا الاهلي ماشي في سكته اجنور يعني اهمال ما يقعب الضبط يعني كل ده اه لكن لما بيكون فيه اشعة معينة بنحس انها لا مبالغ فيها إحنا هنا قناة النادي الأهلي أكيد بناخد حق النادي الأهلي وبنرد بشكل احترام وبشكل بروفيشنال لكن استقرار النادي الأهلي وعمره ما يتهز إن شاء الله إحنا شايفين يعني العد الموسم اللي فات على العد على النادي الأهلي من خلال السوشيال الميديا أعتقد كان شيء صعب جدا لكن في النهاية إيه؟ في النهاية مع الأهلي بيحقق بالزبط في النهاية تقاليد النادي الأهلي كيان النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي هي دايماً اللي بتنجح وفي نهاية المشوار السنة اللي فاتت خدنا بدوري وخدنا كاس وخدنا البطولة الأفريقية فخلينا نتكلم أن النادي الأهلي يعني ما بيتهزش بأي حاجة بعيد عن السوشيال ميديا إحنا هنا في قناة النادي الأهلي لما بنشوف حاجة أكيد بندفع عن ندينا بكل قوة لكن خلينا نفرح بنادينا خلينا نقول أن ندينا على الطريق الصح ندينا وصل للعالمية أن ندينا إن شاء الله ماشي على خاطوات سبتة في الدوري وإن شاء الله كمال على مشوار العشر أهلي اشتركوا في القناة